موسيقى عارف يا حمد مونة صاحبتي؟ ها جايبين لها عريس مبروك كويس مبروك على ايه؟ هي رفضة الفكرة اصلا تاني برضو مونة على طول رفضة كل حاجة عندها حق الايه؟ هي كبرت وعن نسد ولازم تتجاوز باي شكل بقى ماشي ايه؟ انا ضد ده مش حلو ده كلام وحش بس هي شفيته اصلا تتكلمت معاه؟ لا هي مش شفيته ولا تتكلمت معاه بس هي رفضة فكرة ان هما يعملوها على انها واحدة عانس وجايبين لها عريس وتتجاوز وخلاص طيب ماشي مش حلوة الفكرة اصلا حلوة يا ستي ماشي بس تقعد معاه تتكلم معاه تشوف وبعدين بصي والله انت عارف حل القصة دي ايه؟ اوكي تعدد تعدد يمان وكل رجل يشيره اتنين وثلاثة واربعة يزبط طيبة مئة مية هو ده الحل الوعيد للقصة الرجالة ما ينفعش غير انه تتكلمه في موضوع الزواج التاني والتعدد ومش عارف ايه؟ حق علينا لمنحل شو يعني بتحله؟ شو بدكم تحله؟ يعني صاحبتك دلوقتي افهم يعني صاحبتك دلوقتي ما بدأت تتجوز هي ما بدأت تتجوز هو المعروض عليها قلية الله لو فيه تعدد المعروض كتير كده وهتعرف تنقي وتختار وتلاقي حاجة ويس هزي مصلحاتكم مش فاهمين؟ ما تستفزنيش يا أحمد انا بقولك الصح ده المصلحات كنتوا قبل اي حاجة احنا بنعمل لمصلحة المجتمع مصلحتنا شو؟ ايو مصلحتنا شو؟ ان واحدة تقبل جوزة يتجوز عليها؟ او واحدة مثلا كبرة شوي بالسن تروح ترمي حالها بيحضن اي رجال مجوز؟ لا لا انا مش مع ده شو يعني؟ شو قصدك؟ انا مش معه ان الستة او البنت تتجوز اي جوزة وخلاص تتجوز رجل مجوز وعنده الرولات تكون مناسب ليها متجوز بقى مش متجوز لمضغطة يعني ملناش فيها المهم ان يكون مناسب ليها لما هي صاحبتك اهي؟ كل الناس اللي حواليها عما تضغط عليها تضغط عليها منحل منحلش حق علينا ايش بدك تحل تحل؟ انت شكلك حلقة اليوم كمان بدك تعذبني وتطلع عيني انا بقول رأيي شوف يا جماعة ما تسمعوا حكيته لا احمد ولا تفكروا انه انه اي واحدة يعني فاتت سن الزواج او كبرت شوي بالسن لازم تتجوز اي زواجة وخلاص او تتجوز رجال مجوز ما تفكري بهيدا الشي انا ما قلتش كده انا ما قلتش كده اهو خليبش هدي ارفودي لانه احمد هلق بده يطلع عيني خلينا نطلع فاصل قصير ومنرجع منتابع حوارنا ونشوف السيد احمد حيقول ايه متروحولا بعيد